ونحيكم من جديد يصلت اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين سعودية وإيران الذي تم برعاية ووساطة صينية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهو ما يمثل نقطة مفصلية ومحورية في تحقيق الاستقرار الإقليمي الاتفاق جاء ليضع حدا للتوتر بين سعودية وإيران والذي كان سمة مركزية في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط منذ عام 1979 وتنام بصورة واضحة في السنوات الأخيرة نتيجة السلوكيات والسياسات الإيرانية العدائية إضافة إلى تدخل في شؤون دول المنطقة مستشار الأمن الوطني السعودي أكد أن ترحيب الرياض بمبادرة بكين تأتي انطلاقا من نهج المملكة الثابت في التمسك بمبادئ حسن الجوار وانتهاج مبدأ الحوار والديموبلاسية لحل الخلافات عدا عن حرص السعودية على فتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية وفي تصيحات سابقة لوزير الدولة لشؤون الخارجية عدل الجبير أوضح أنه لا شيء يمنع من فتح صفحة جديدة مع إيران ومن بنائه أفضل العلاقة معها على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين أما وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بفرحان في حديث مع جريدة الشرق الأوسط صرح بأن الاتفاق يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار هي نتيجة لمحادثات استمرت لسنتين وصلنا في نهايتها إلى تفاهمات مبنية على حسن الجوار واحترام سيادة الدول ومعالجات كافة تحديات الأمن الإقليمي من خلال هذا الحوار وقناعة المملكة العربية السعودية أن الحوار هو الأسلوب الأنجع إلى معالجة كافة الأمور أعود من جديد إلى ضيوفي وينضم لنا كذلك من القاهرة العميد الدكتور خالد عكيشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دكتور خالد أهلا بك معنا اسمح لي أن أبدأ معك ومع هذه النقطة وهذا الملف من نقاشنا عموما السعودية تؤكد على المحافظة واحترام حسن الجوار في مفاهيم السياسة والعلاقات الاستراتيجية ما الذي يعني الحفاظ على حسن الجوار الذي يبدو بأنه كان مفقود في السنوات الأخيرة تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة الضيوف والمشاهدين جميعا أعتقد أن من أهم المبادئ الأساسية هو احترام سيادة الدول المجاورة جغرافيا واحترام الأعراف والتقاليد الموجودة في الإقليم بشكل تام وبشكل كامل يعطي انطباع مريح لدى هؤلاء بأن الدول تتجه ناحية المشاركات ناحية التعاون ناحية التبادلات التجارية العمل الاستثماري والاقتصادي المستقر والمتنامي المصالح المتبادلة نقطة في غاية الأهمية وهي عدم التدخل في شؤون هذه الدول بصورة أو بأخرى عدم إجراء تحالفات مع فصائل أو مع كينات من داخل الدول بل أن تكون العلاقات مع رأس الدولة ومؤسسات الدولة الرسمية والبعد عن دعم أي فصيل أو نزاعات قد تعتري بعض من الدول حسن الجوار يلزم الدولة الموجودة في منطقة بها هذا الشكل أو هذا النمط من النزاعات الداخلية في الدول أن تحترم الدولة الجارة هذه النزاعات وتنأى بنفسها عن الدخول لمساندة طرف لصالح طرف آخر وأشياء من هذا القبيل الذي تتداوله الأروقة الدولية طوال الوقت وتحاول أن تحث الدول على أن تلتزم بقواعد القانون الدولي وأن تكون العلاقات الدبلوماسية في إطارها القانوني المتعرف عليه الذي يضمن مصالح الجميع وأن يكون لكل دولة شأنها في إدارة مسئولياتها واعتبراتها الأمني نعم أستاذ سامي إلى أي مدى مهم وضع مفهوم حسن الجوار كمبدأ لإنجاح هذه الاتفاقية وما الذي يجب أن يحترم لتحقيق هذا المبدأ هل فقط الجانب الأمني أم أن هناك جوانب أخرى عليها أن تكون حاضرة أن تحترم لإنجاح الاتفاقية ومن خلالها البناء عليها الحقيقة أنا أتصور أن هناك شق ثلاثي يعني لو أتينا شرعا نجد أن هذه التداخلات قد أضعفت الدول الإسلامية الدول التي فجرت بسبب هذه المداخلات هي دول إسلامية وبالتالي بهذا التدخل به إضعاف للإسلام وأعتقد أن إيران لا تود إضعاف الإسلام إنما ناتج العمل هو إضعاف للإسلام ضعفت العراق وضعفت سوريا وضعفت لبنان وغيرهم وليمن الحال كذلك هذا من الجانب الجانب الإنساني معروف أن قضية الجوار سواء كانت للأفراد أو للدول قضية هامة أنه دائما أن أحسن علاقتي بجاري حتى عندما أريد أمر ما سأجد الدعم والمؤازرة وفي هذا السياق نعلم أن الدول الخليجية بإمكانها وبقدراتها التي ذكرت منذ قليل قاربت مستوى دول العالم الأول أن تساهم وتساعد إيران بطرق عديدة يعني اليوم القدوة بالتعليم والصحة والاستثمار والصناعة وغيرهم وغيرهم موجودة بالخليج بالتالي يمكن لنا كجيران لإيران أن ندعم إيران يبقى الشق الدولي والقوانين والمواثيق الدولية قضية التدخل بشؤون الدول الأخرى يرقى بالمفهوم الدولي إلى إعلان حرب حتى أن صدام 79 في حج رائمه الكبرى عندما قز إيران استعانى بهذا النص وقال أن الحرب بدأت قبل شنه الحرب عبر التدخل في شأنه الداخلية أو شؤون العراق الداخلية وبالتالي كل المواثيق وكل الأعراف الإنسانية والدولية تمنع هذا التدخل ناهيك عن أن التدخل نتج عنه ضرر كبير بالمتدخل وبالدولة التي تم التدخل بشؤونها بودي بس أن أختم بقضية مهمة أن هذا التدخل ليس طريق ذو اتجاهين يعني لم نرى المملكة ولا دول خليجية تتدخل بالشأن الإيراني أو بشؤون الدول الأخرى وتنشئ ميليشيات وقيرها وبالتالي هو طريق ذو اتجاه واحد متى ما اقتنعت إيران بأن هذا النهج قد جرب لأربعين عام وانتهى بالضرر بإيران بالدرجة الأولى وبالدول التي تم تدخل بها أنا أعتقد جزء كبير من الإشكال سينتهي ونبدأ بصفحة جديدة يكون الكاسب الأكبر بها إيران سواء كان شعبا حكومة دولة الجميع سيربح من العلاقة الجديدة متى ما كانت هناك جدية بتطبيق الاتفاقية صحيح الجدية مهمة جدا أستاذ العنقري نحن صحيح نتحدث عن مرحلة تاريخية شهدت اختلافات وخلافات عديدة بين أطرفين إيران والمملكة العربية السعودية وهناك اتفاقية لحل هذه الخلافات ولكن التاريخ الثنائي شهد كذلك تقارب وكانت هناك حتى علاقة تجارية استراتيجية اقتصادية متينة خلال سنوات ما أهم القطاعات التي يمكن الحديث عنها في إطار الجيرة وفي إطار التبادل تجاري يفيد المنطقة يعني بالنسبة لإيران هي ستستفيد من كثير من المنتجات في المملكة بالذات في مواد البناء وأيضا بعض المشتقات البترو كيماوية روما أنها دولة نفطية وغازية ولكن ليس فيها استثمارات كافية لأن تنتج مواد ممكن استخدامها بالإضافة طبعا إلى التبادل التجاري فيما يخصها المنتجات الزراعية إيران بلد لديها أراضي زراعية ولديها قدرة على أنتاج زراعي ضخم إضافة إلى المنسوجات بالإضافة طبعا إلى أن العلاقة فيما يخص قطاع العمرة والحج أيضا هذا يخلق فرصة كبيرة لزيادة التبادل التجاري من خلال رحلات على مدار العام تخدم قطاعات الإيواء وقطاع النقل هذا بشكل مبدئي ولكن ممكن أن تتطور هذه العلاقة التجارية في المستقبل لأن السوق الإيراني سوق ضخم ولكن بالتأكيد هو يعاني من سياسات اقتصادية فاشلة بنهاية المطاف فإذا ما تحسنت الأحوال سيكون هذا السوق بالنسبة لنا سوق مهم جدا لأننا سنستفيد من ميزة القرب الجغرافي عموما ولذلك سيكون لدينا الكثير من المنتجات التي يمكن أن نصدرها لهذا السوق عندما تدخل إيران في مسار تنمية وأنا أعتقد أن الصين دخولها كوسيط لأنها هي التي وقعت اتفاقية بـ 400 مليار استثمار في إيران ولذلك لا يمكن أن تضخ فيها أي دولار واحد ما لم تتغير إيران من ناحية النهج السياسي بشكل عام وبالتالي إلى علاقات تجارية صحيح ولكن حضرتك طالما تحدثت عن الصين وكان لك مقال تحدثت فيه بإسهاب عن هذه العلاقة وكيف يمكن أن تتحقق فرص اقتصادية من خلال ليس فقط التقارب ولكن الوساطة الصينية اسمح لي أن أسألك حول هذه النقطة نحن نتحدث عن طرفين ولكن كذلك الطرف الثالث جد مهم نتحدث عن وساطة صينية كيف يمكن الاستفادة من هذه الوساطة اقتصاديا أولا الاستفادة هي من أن الصين اليوم أصبحت تضع نفسها كقطب حقيقي ليس فقط اقتصادي بل بدأت تخرج كقطب أيضا مؤثر في السياسة الدولية وهذه أول عملية وساطة من هذا النوع تقوم بها الصين وبالتالي مصداقيتها على المحك هي بالتأكيد لها اليد الطولة على إيران لأن إيران المنقذ الوحيد لإقتصادها عمليا هي الصين ولم تستثمر حتى الآن من الأربعمائة مليار إلا مئة واثنين وثمانين مليون دولار وهذا بسبب العقوبات على إيران وبسبب أيضا سياساتها وسوء علاقاتها مع جوارها وبالتالي فإن وجود الصين كشريك تجاري في الشرق الأوسط ببئتين مليار دولار مع دول الخليج ومنها أكثر من ثمانين مليار مع السعودية وحوالي أربعة عشر فاصل ستة مليار فقط مع إيران هذا يعطي الأفضلية بأن الصين تريد أن تعزز قوتها في هذا السوق الضخم الذي يمدها بالطاقة والذي يعتبر أيضا نافذة مهمة لها ويقربها من أفريقيا ومن أوروبا في حال ضخت استثمارات في البنى التحتية والقطاعات اللوجستية وقطاعات صناعية مهمة سواء في الخليج أو حتى في إيران ولذلك أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية بنيت على أسس تدعم إمكانية تطبيقها بشكل كبير لأن المصالح بالنهاية مصالح كبيرة إيران تأتي من موقف ضعف ومن موقف أنها بحاجة إلى أن تتنفس اقتصاديا ونحن هنا في الخليج نحن متقدمين وتربطنا في الصين علاقة قوية وبالتالي أصبحت هي الطرف المفضل خصوصا أنها هي عضو دائما في مجلس الأمن ولكنها الطرف الأفضل لمثل هذه الاتفاقية أن تكون وسيط صحيح دكتور خالد هذه التنمية وهذا الازدهار الذي سنتحدث فيه بعد قليل بأكثر تفاصيل ولكن لن يتحقق إلا إذا ما كانت المنطقة آمنة ويقال بأنه في السياسة ليس هناك عدو دائم ليس هناك صديق دائم لن نصل لمرحلة الصداقة ولكن لمرحلة الاحترام كيف يمكن لإيران والسعودية أن يتحقق الأمن من خلالهما في المنطقة ولهما كذلك في هذه المرحلة بهذه الاتفاقية يعني هذه نقطة في غاية الأهمية وربما هي تمهد المشهد لما هو قادم ولما ينتظر الجميع بشكل شفاف تماما المملكة طوال تاريخها وطوال هذه السنوات كانت لاعب استقرار في اتجاه الأمن الإقليمي تاريخها ومواقفها في الإقليم تشهد على ذلك في كثير من الملفات المفتوحة في الإقليم أو حتى على المستوى الدولي لكن بالنظر إلى إيران أعتقد أن الباب الذي فتحته المملكة باستعادة العلاقات معها في هذه اللحظة وهذا الترحيب الإقليمي بإنجاز هذه الخطوة أظنها تدفع إيران إلى قدر من مراجعة النفس بشفافية والتعامل بواقعية ومصداقية مع نتيجة مشروعها التي كانت تتبنى طوال السنوات الماضية وتدرك تماما بواقعية شديدة نحن لا نبالغ عندما نقول بأن المشروع الإيراني قد وصل إلى نقطة انسدات كبيرة جدا والأرقام والمشهد السياسي والأمني يتحدث عن ذلك بغضوح إيران تحتاج إلى أن تراجع نفسها بشكل كبير كي تنتقل إلى ما بعد استعادة العلاقات مع المملكة السعودية ومع دول المنطقة إذا كان هناك فرصة لذلك مسألة إعادة الاعتبار إلى سياسة وسيادة الدول وعدم زرع الاحتقانات المذهبية التي لم تعرفها المنطقة قبل هذا المشروع الإيراني وهي نقطة وهي تاريخ حقيقي العالم كله يتغير فيه فلا يوجد حرج في أن تغير إيران من نهجها بعد أن وصلت بمشروعها إلى هذا المشهد الذي يتابعه العالم ومشهد المناطق التي حاولت إيران أن تكون هذه المناطق والدول الجغرافية هي مسرح لهذا المشروع بعد الوصول إلى هذه السمعة على المستوى الدولي من إيران أعتقد أن هذا الباب الجديد الذي يفتح أمامها يعطيها فرصة كي تقدم نفسها بوجه جديد بسياسة جديدة بمشروع توافقي بمشروع يعزز ويدعم من الأمن الإقليمي بدلا من أن يخصم منه أو يكون باعثا للتوتر أو الاحتقان أو غيره نعم على فكرة مفهوم إيران بين الدولة والثورة ربما سيكون موضوع نقاشنا غدا فاليوم سنتابع مع هذه النقاط التي أدرجناها في النقاش وأعود لكم بعد فاصل قصير لنتحدث كذلك على إمكانيات الازدهار إمكانيات تطوير هذه المنطقة من أي بوابات بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر